أهلا بكم ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلولا الماضي بنسبة ثلاثة ونصف في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة وساهمت بهذا الارتفاع مجموعة النقل التي ارتفعت بنسبة خمسة عشر وأربعة في المائة وثقافة والترفيه بنسبة سبعة واثنين في المائة والتبغوى السجائر بنسبة ستة وثمانية في المائة والعناية الشخصية بنسبة خمسة وستة في المائة والإيجارات بنسبة اثنين وتسعة في المائة في حين انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة خمسة وثمانية في المائة والملابس بنسبة واحد وأربعة في المائة والأسماك ومنتجات البحر بنسبة واحد وأربعة في المائة والأمتع الشخصية بنسبة اثنين وواحد في المائة وخلال التسعة الشهر الأولى من هذا العام ارتفع معدل التضخم بمعدل ثلاث وثلاث في المائة بمساهمة من ارتفاع مجموعة النقل بنسبة 13.5% والثقافة والترفيه بنسبة 8.8% التبغ وسجائر بنسبة 8.3% في حين كان من أبرز المجموعات التي انخفضت أسعارها مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.7% والفواكه والمكسرات بنسبة 3.3% والملابس بنسبة 2.9%